تعرضت محطة زابروجيا للطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها للقصف مجددا يوم السبت وتبدلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن القصف ردا على ذلك وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القصف بأنه تصرف غير مسؤول ودعت لإنشاء منطقة أمينة في محطة زابروجيا للطاقة النووية في أقرب يوقت ممكن ذكرت قناة روسيا اليوم أمس السبت أن محطة زابروجيا للطاقة النووية تعتمد الآن على المولدات التي تعمل بديزل في حالات الطوارئ وذلك بعد تعرضها للقصف الأوكرانية ووفق الوكالة انترفاكس قالت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية يوم السبت إن الجيش الروسي قصف محطة زابروجيا للطاقة النووية مرة أخرى في ذات اليوم وقد تم قطع إمدادات الطاقة الخارجية للمحطة وتعتمد على مولدات الديزل للحفاظ على التشغيل في هذا الصدد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت أن كل مولد ديزل في محطة زابروجيا للطاقة النووية يمتلك أقودا يمكنه دعم عمل لا يقل عن عشرة أيام وأن جميع أنظمة السلامة في محطة الطاقة النووية تعمل بشكل عادي بالإضافة إلى ذلك دانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا القصف وصفة أيام التصرف غير المسؤول وأشرت الوكالة إلى أنه يجب حماية محطة زابروجيا للطاقة النووية وتعتبر إن شاء المنطقة الآمنة في المحطة مهمة ملحة في الوقت الحالي ترجمة نانسي قنقر